في خطوة تزيد الضغط على أفراد وكيانات متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على أفراد مسؤولين عن تلك الانتهاكات في سوريا وإيران وأوغندا. وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين قال في بياناً أن الولايات المتحدة وتماشياً مع أهداف قمة الديمقراطية المقرر عقدها هذا الإسبوع تلتزم بمواجهة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. وأضاف بلينكين أنه لهذا السبب صنفت واشنطن جهات فاعلة متعددة في ثلاث دول لارتكابها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وأعمال قمعية تستهدف المعارضين السياسيين والمتظاهرين السلميين. الوزير الأمريكي أكد أن وزارة الخزانة استهدفت بالتشاور مع وزارة الخارجية الجهات العسكرية التي قامت بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. وبحسب بلينكين طالت العقوبات قائد القيادة الأوغندية للمخابرات العسكرية وخمسة ضباط في قوات الحكومة السورية بينهم ضابطان في القوات الجوية مسؤولان عن هجمات بالأسلحة الكيموية على المدنيين وثلاثة ضباط في أجهزة الأمن. علاوة على ذلك فرضت وزارة الخارجية والخزانة عقوبات على تسعة أفراد وأربعة كيانات إيرانية مسؤولة عن ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. وأشار بلينكين إلى أن الولايات المتحدة ملتزمة بمساءلة أولئك الذين ينتهكون حقوق الإنسان وأنها تستخدم مجموعة كاملة من الأدوات لتسليط الضوء على هذه الانتهاكات وتعطيلها.